بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين الحلقة الرابعة والعشرون بعد المائة الثانية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مستمعين كرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله ووقاتكم بكل خير هذه حلقة جديدة مع رسائركم في برنامج مورا على الدرب رسائركم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح من فوزان الفوزان عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر الله وتنفضله بإجابة الإخوة المستمعين فأهلا وسهلا حياكم حياكم الله نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الإخوة المجتمعين يقول تلميلكم مختار عبدالله إسماعيل على مختار عربنا جزءا من أسدته في حلقة الموت وفي هذه الحلقة بقي له مجموعة من الأسدة فيسأل في أحدها ويقول هل يجوز أن يرقي الراقي امرأة وهي غير طاهرة لذاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلا بأس أن يرقي الراقي شخصا غير طاهر يعني يكون الراقي والمقروع عليه على غير طهرة أنا لا بأس به وإنما يشترط في الراقي إذا كان يقرأ شيئا من القرآن اشترط أن يكون طاهرا من الحدث الأكبر اشترط أن يكون طاهرا من الحدث الأكبر فلا يقرأ القرآن أو شيئا من القرآن وعليه جنابه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أصحابه القرآن ما لم يكن جنوبا ولم يكن يحبسه صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن إن الجنابه كما هو الحديث أما إذا كان يرقي من غير القرآن من الأدعية الشرعية فلا يشترط الطهارة لا الكبرى ولا الصورة في هذا جزاكم الله خيرا وعفونا أبوكم ما هي الطريقة المثلة لقية مرأة مصابة بمث من جنون وكيف يتم علاجها بل وربما تكون مصابة بالسحر وهل يجوز أن تعالج بالحجامة لذاكم الله خيرا تعالج المرأة المصابة بالجنون تعالج بالقرآن طيب أن يقرأ عليها تقرأ عليها امرأة مثلها أو يقرأ عليها رجل من محالمها أو يقرأ عليها رجل ولو من غير محالمها عند الضرورة مع تسترها مع سترها ستر الكامل وأن لا يمس شيئا من جسمها وإنما يكتفي بالقراءة والنفس عليها ولا لمس شيء من جسمها فهذا كله جائز ومن العباس بالقرآن أما ما يفعله بعض الجهال من القراءة على المرأة الأجنبية وقد يمس شيء من جسمها أو لا تتحجب عنه فهذا أمر محرم لأن هذا فيه فتنة فلابد من مراعاة ما ذكرنا طيب من الاحتفاء من التحفظ من الفتنة وأسبابها وكذلك السحر يعالج بالقرآن والأدعية ويعالج بالأدوية المباحة قد من النشره الجائزة طيب إنما المملوع علاج السحر بسحر مثله وما يسمى بكشراه فهذا محرم وهي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما من عمل الشيطان وقال باب السلف لا يحل السحر إلا ساحر الحل بسحر مثله لا يجوز أما حل السحر بالأدوية المباحة المجربة أو بالرقية الشرعية فهذا أمر جائز ولا حرج فيه جزاكم الله وخير وأحسن بكم شيخ صالح هناك أماث اتخذوا الرقية حرفة لهم ومجالة بالتكسب الماد هل منكلم حول هذا لذلكم الله خيط إذا كان هؤلاء يتقيدون بالنظامط الشرعية نعم فيرقون بالرقى الشرعية من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والأدعية الشرعية فلا بأس بأخذهم الأجر على ذلك كما ورد في قصة الصحابة الذين قرقوا الذي فأخذوا قطيعا من الغنم وأقرعهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك أما إذا كان هؤلاء استعملون رقا غير شرعية ورقا مجهولة أو شركية فهذا الأمر حرام شيكم بالله عز وجل ولا يجوز الذهاب إليهم ولا تصديقهم ويحرم ما يأخذونه من الأموال لأنه بغير حق وفي مقابل محرم وكون الإنسان يتفرع للرقية ويجعل هذا مصدرا لرزقه هذا أمر غير لايق لكن كونه ينفع المسلمين ويكون قصد نفع المسلمين ونفع الشر عنهم فهذا أمر محمود ولو أخذ عليه شيء من ألمان لا بس أما أنه يتخذ هذا حرفة ومصدرا للتكسب فهذا قدير مرغوب فيه لأن ذلك قد يجره بحكم الطمع للأموال يجره إلى ما نتحمل عقباه من الرقا غير الشرعية أو استعمال الأشياء المحرمة أو الافتتان بالنساء لأن أكثر من يأتي إلى هؤلاء من النساء ويخشى عليهم من الفتمة فتمة الشبهة بالعقيدة وفتمة الشهوة بمخالطة النساء فهذا أمر يجب الاحتياط فيه ويجب ورع الظوابط الشرعية له وعدم التساهم فيه وأن لا يترك المجال لكل أحد ولكل من هبى ودد من المحترفين ومجهول العقيدة ومجهول العلم والغرع فإنها أولا يفسدين المجتمع باسم العباج فلا بد أن يكون الرقي معروفا بالعلم الصحيح وبالعقيدة الصحيحة وبالأخلاق الفاضلة والغرع والتقوى لا بد أن يكون معروفا بذلك وأما الحجامة فإنها طب نبوي الحجامة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وهي طب مجرب إذا جرت على وصولها وعلى الكيفية الصحيحة المعروفة عند أهل الفن فهي علاج طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاث أو إن كان الشفاء في شيء فهو في ثلاث شرطة لحجم وشربة عسل وكية نار وأنا أكره النار وكما قال صلى الله عليه وسلم فجعل الحجامة من العلاج والطب المجرب الصحيح جزاكم الله خير وأحسن إليكم أخنا يقول عندنا في مدينتنا وناس يذهبون إلى الأضرحة والقبور وحكى إلى أشجار ويطوفون حولها ويقدمون لها الهدايا وينذرون لها أريد من طبيبتكم أن ترشدوني إلى الطريقة الصحيحة لدعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل ونبذ الشرك والأوثان من نذر أيضا للأضرحة والأشجار جزاكم الله خير لا شك أن دعاء الأموات والأضرحة والأشجار أن هذا هو الشيك الأكبر وهو دين أهل الجاهلية الذين وعث الرسل عليه الصلاة والسلام لدعوتهم إلى الله وجهادهم حتى يتركوا عبادة عين الله عز وجل خصوصا خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم فإنه دعا إلى التوحيد ونهى عن الشيك وجاهد المشركين بالبيان واللسان وجاهدهم بالسيف والسمن حتى هدى الله سبحانه وتعالى من سبقت له السعادة وقامت الحج على من عادد وكابر وجاهدهم صلى الله عليه وسلم وقاتلهم لذلك امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدُ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَأَغْلُضْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جِهَنَّمُ وَمِئْسَاً وَصِيْهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمِنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَنُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارَ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلَّةَ وَأَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعْمُ التَّقِينَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةَ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ إِمْتَهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيلٌ فالواجب عليكم الدعوة إلى الله عز وجل والإنكار على هؤلاء والتغنيض في ذلك لعنى الله سبحانه وتعالى أيديه وأيضا يحصل البيان للناس فواجب على علماء المسلمين أن يقوموا بهذا الواجب وإلا فإنهم يكونون معرضين للعقوبة إذا سكتوا وهم يرون الشرك عند الأضرحة وعند الكبور ولا ينكرون ربما أن بعضهم يزينون هذه الأشياء ويحسنونها ويسمونها بغير مسمياتها فيغطر بهم الجهال فيكونون من دعاة الضلال ومن دعاة الشرك والعياب بالله يحملوا أوزارهم كاملة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم على ساء ما يزيرون الواجب على العلماء أن يقوموا بما أوجب الله عليه وإذا خل الله مثاق الذين أوتوا الكتابة لتبينه للناس ولا تكتمونها هذا واجب العلم وإنما فائدة العلم وصاحبه لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن الموكر بل لا ينهى عن أعظم الموكر وهو الشيك بالله عز وجل إنما يكون مثل الذين قال الله تعالى فيهم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار بيس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الضالبين قال سبحانه وتعالى إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى من بعد ما بيّنناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعم إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأَوْلَئِكَ أَتُوبُوا عَلَيْهِمُ وَأَنَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَوَاجِبًا عَلَى الْعُلَمَاءَ طَلَمَةَ الْعُمْ وَلَوِ الْبَصِيرَةِ في كل بلد وفي كل قطر وإقليم أن يقوموا بما أوجب الله تعالى عليهم والدعوة إلى الله الأمر بالمعروف وأن ما يعلموك وبيان الحق للناس وأن لا يسكتوا على هذا الأمر إلا الخطير وهو الشيك بالله عز وجل وهم يشاهدون أهل بلدهم يقعون في الشيك الأكبر المخرج من الملة ويسكتون على ذلك أن يتمسون لهم المعاذير صلى الله العافية والسلام فالناجب عليكم تنبؤ لهذا الأمر الخطير تحذير منه والبيان للناس لعن الله أن يهدي من سبقة له السعادة وأن تقوم الحجة على من عاند وكابر وأن تبرع ذمتكم من التبع أمام الله سبحانه وتعالى جزاكم الله خير وأحسن إليكم اللهم انتشار التوى الشيخ صالح عبر وسائل كثير من الأعلام وكذلك بعض الصحف الإسلامية التي تحذر من هذا لا زال يصل إلى برنامج مثل هذه الرسالة لا تذكر أن في المكان الثاني أناس يعبدون الأشجار والأحجار ويتوفون بالأضرحة ويتصدقون بالقبورة ما أشبه ذلك ما هي الطريقة المثلة حين أذن شخصانا؟ لا شك أن هذا الشر المستطيل وكثير في الأمصار والبلاد المجاورة هذا أمر مشتهر ومعروف وهناك أضرحة كبيرة مشهورة في الناس مشهورة في العالم لا تخفى أضرحة كبيرة في أمصار عظيمة من بلاد المسلمين وهي أوثان تضاهي اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى وتضاهي الأصنام التي كانت في قوم نوح والتي أغرق الله أمة عظيمة من الأمم بسببها لا شك أن هذا موجود ومعروف الواجب على المسلمين أن يقوموا بما أوجب الله عليه من نحو هذه الأضرحة وهذه الأوثان وأن يبينوا للناس لنا الله عز وجل دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن لا تأخذهم في الله لومة لائم الواجب على العلم بالخصوص لأن الله حملهم أمانة العلم الواجب عليهم أن يبينوا وأن يحذروا الناس وأن يمشروا عقيدة التوحيد في المدارس وفي المساجد وفي تجمعات الناس وأن تكون الدعوة إلى الله مركزة على هذا الشيء أما أنهم يدعون الناس إلى الصدق وإلى ترك الكذب وإلى ترك الربا وإلى أمور محرمة لا شك وكبائر من كبائر الذنوب لا شك ولكن الأعظم من ذلك الشرك بالله عز وجل لأنهم لو تركوا كل هذه المحرمات ولم يتركوا الشرك فلا فائدة من جميع أعمالهم قال سبحانه وتعالى ولو أشركوا لحديط عنهم ما كانوا يعملوا فلو تركوا كل المحرمات وفعلوا كل الواجبات إلا أنهم لم يتركوا الشرك بالله عز وجل الشرك الأكبر دعوة غير الله عز وجل الذبح لغير الله النذر لغير الله الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله لو لم يتركوا هذا فإنها لا تنفعهم جميع الأعمال قال الله سبحانه وتعالى هذا هو الواجب الواجب على الدعاة إلى الله أن يجهروا بالدعوة إلى التوحيد وينكار الشرك وينبين للناس هذا هو أصل الدعوة الذي بعث الله به رسله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاوت الرسل جاءوا بهذا ثم بعد ذلك يتجهوا إلى إنكار بقية المنكرات النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن أوصاه أن يبدأ بالتوحيد فقال صلى الله عليه وسلم إنك تأتي طوما من أهل الكتاب فيكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله فإنهم أجابوك لذلك فيعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تخل من غريائهم وترد في فقرائهم لأنها لا تصح الصلاة والزكاة إن بعد صحة العقيدة واستقامة التوحيد وهذا أمر ظاهر ظاهر في القرآن الكريم لكثير من الآيات وفي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وفي سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوته هذا هو الواجب على الدعاة إلى الله عز وجل جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم إذن يحتاج الموضوع إلى شيء من الحزم شيخ صالح إلى شيء من الحركة كما ترون الله ورغم انتشار التعليم الآن في العالم الإسلامي انتشار الجامعات وانتشار التعليم بشكل معروف والمؤهلات العلمية إلا أن هذا الجانب قليل من يهتم به وكثير من يغفر عنه لا حول ولا قوة إلا من العلي العظيم ومعنى هذا أننا لم نعمل شيئا مهما تعلمنا ومهما تسقفنا ومهما عملنا من الأعمال ما دام أننا لم نصحح العقيدة فمعناه أننا لم نعمل شيئا أننا رجعنا إلى الصهر جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم لو بعوتم شيخ صالح إلى مؤتمر يكون شعاره التوحيد القذاع على وثنيات المعاصرة ما هو رأيكم في هذا؟ هذا شيء طيب هذا هو أولى ما يعتنى به وأن تقام المؤتمرات والندوات من أجله وأن يتواصى به وأن تنفق الأموال من سبيله هذا هو الوالب هذا هو أصل دين الإسلام جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ننتقل إلى رسائل أخرى من رسائل هذا البرنامج وإلى قضايا أخرى من قضايا إخواننا المسلمين فهذا مستمع الرمضة يسمي بالحروف صاد من اليمن ديالصادة يقول لقد طلق رجل زوجته ثلاث طلقات في مجلس واحد بلفظ طالق 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 وهو في بلد غير البلد التي فيها الزوجة التي طلقها فأرسل علىها شريط تسجيل يخبرها بذلك وهو لا يعلم هل هي في طهر أم لا ولم يسبق له جماع منذ سنة ولم يسبق له أن طلق زوجته تلق هل يقع الطلاق حينئذ أو كيف يكون الحكم لذلكم الله خيرا هذا فيه تفصيل وفيه استفسار إن كان يقصد بتكرار الطلاق تكرار الطلقات فإنه يتكرر وتقع الثلاث أما إذا كان يقصد التأكيد أنت طالق 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 ولم يأتي بحرف عطف الوا أو ثم وإنما كرره بدون حرف العطف وهو يقصد التأكيد وإفهام السامع فهذا يكون طلقة واحدة لأنه قصد واحدة وكرر الباقية تأكيدا لها فقط لا تأسيسا وكذلك الحال بالنسبة لحالة المرأة هل هي على طهر أو هي حائض إن كانت على طهر فإن الطلاق يقع بإجمعها للعلم إن كانت في طهر لم يجامعها فيه فإن الطلاق يقع بإجمعها للعلم أما إذا كانت في طهر جامعها فيه أو في حال حيض هذا محل خلاف بين أهل العلم وعلى كل حال الواجب على السائل أن يراجع المفتين في بلده يراجع المفتين في بلده يستفسلوا منه ونرشدوه إلى الحكم الصحيح إن شاء الله جزاكم الله خير وأحسن إباكم أيضا يسأل عن قضية تتعلق بالطلاق يقول إذا سجل المسلم الطلاق على شريط تسجيل وبعث به إلى زوجته هل يقع الطلاق حين وين؟ إذا تلفظ به وقع سواء سجله في شريط أو لم يسجله إذا تلفظ به فإنه يقع ولو كانت مراته غائبة في بلد آخر أو في مجلس آخر المهم إذا تلفظ به فإنه يكون طلاقا واقعا جزاكم الله خير وأحسن إباكم بعد هذا رسالة بعثت بها المستمعة علوة العرفة من أبها أختنا علوة لها أكثر من قضية فتسأل أولا وتقول عندما تسجد المرأة في الصلاة هل تضم يديها إلى جنبها أم أنها تبعدها جزاكم الله خيرا ذكر الفقهة أنها تنظام في الصلاة نعم ولا تجافي عرديها عن جنبيها بل تضم معها إلى بعض لأن ذلك أستر لها والصحيح أنه لا فرق بينها وبين سجود الرجل في هذه الحالة خصوصا إذا كانت في مكان ليس فيه رجال من غير محارمها إذا كانت في مكان ليس فيه إلا نسا أو في مكان خال فإنها تسجد كما يسجد غيرها نعم لأنه لم يأتي دليل يدل على أن لها صفة في السجود خاصة بها جزاكم الله خيرا وحسن إليكم أيضا تسعى الأختنا فتقول متى يكون وقت صلاة السنة وهي الأربع ركعات التي قبل صلاة الظهر هل تؤدى بعد أذان الظهر المباشرة أم قبل الأذان أيما بأنني سمعت أنه لا يجود تأديتها بعد الأذان وقبل الفرق هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح وراتبة الظهر القبلية تؤدى بعد دخول الوقت بعد دخول وقت الظهر سواء أذن المؤذن أو لم يؤذن إذا زالت الشمس عن كبير السماء إلى جهة الغرب دخل وقت الظهر وحينئذ يتصلى الراتبة التي قبل الظهر سواء قبل أذان المؤذن أو بعد أذان المؤذن المهم دخول وقت جزاكم الله خيرا هل صلاة المرأة جماعة في النساء؟ في المدرسة مثلا لها فضل مثل فضل جماعة الرجال أي أنها تفرق عن صلاة الفرد بـ 27 درجة الظاهر والله عالما أنها يحصل لها أجر الجماعة الحمد لله الظاهر والله عالما أنها يحصل لها أجر الجماعة وإن كانت الأحاديث الغالب موجهة إلى الرجال صلاة الرجال في جماعة أو أفضل من صلاة الفرد بـ 27 درجة أو 27 أو 25 درجة فإن النساء تدخل في ذلك وإحصل لهم أجر الجماعة نرجى هذا إن شاء الله إن شاء الله جزاكم الله خيرا وحسن إليكم شيخ سالح في الختامة أرجوه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة رخوة المستمعين وأعمل أن يتزدد اللقاء وأنتم على خير مستمعي الكرام كان رقائنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ سالح بن فوزان الفوزان عضو اللجنة الدائمة للبحوث الأنمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء شكرا للشيخ سالح وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج المملكة العربية الشعودية الرياض الإذاعة برنامج نور نعي الدرب مرة أخرى